السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا اليكم متابعين لقناة عبدالصمات الجزولي اليوم ان شاء الله هي حلقة خاصة بالهارد وير الصيانة اليوم ان شاء الله سوف نتعرف عن طريقة تشخيص واصلاح هاتف سقط في الماء مع وجود اعطال مثل ظهور البيانات واختفاء وظهور الاضاءة والاختفاء وتعطل في الثاتش الغريب في الامر ان هذا الهاتف من الهواتف القبيحة الهواتف القبيحة وما ادراك من الهواتف القبيحة حقيقة تعتبر هواتف سامسونج وخصوصا هواتف سامسونج جي جي يعني البرو او ربما كل ما يشبه هواتف البرو اه تعتبر من الهواتف السيئة الصمعة اثناء الصيانة وخصوصا اثناء ازالة اه الشاشة الامامية فمثلا اذا اردتم تصلحها ولو كونكتور الشحن او المايك او اي شيء في البرو اه يستلزم عليك او اجباري ان تقوم بازالة الشاشة الامامية وهذا امر صعب جدا جدا لماذا لان ازالة الشاشة يستدعي منك اه تعامل مع مادة لاسقة قوية وايضا الشاشة اصبح تصنيعها رقيق وزاد الامر خطورة يعني زاد الامر خطورة اذا لم تنتبه جيدا وتتمرس وتكون لك مهارات عالية فكون على يقين انك سوف تتسبب في كسر الشاشة او موتها وغالبا بكل وضوح غالبا لن يرحمك الزبون فمع الاسف هناك نسبة كبيرة من الزباناء اه عندما يتعطل الهاتف في يديك انا لا اقول الكل ولكن اغلب يفرحون ويدغطون عليك بشكل قوي ولا حول ولا قوة الا اذا نبدأ على بركة الله في التشخيص والخطوات وانا استفيد الكثير من المعلومات اذا مشاهدنا الكرام نبدأ على بركة الله اذا لاحظوا معي جيدا هنا فهذا الفيديو انا ليس عندي الغرض من الدرجة الاولى ان تستفيد من طريقة الاصلاح والتشخيص وكذا كذا الاخر لا يا اخي اريدك ان تسمع حتى هذه المعلومات التي ساقولها لك فهذا النوع من الهواتف هو يعتبر قنبلة موقوتة هذا نموذج حي امامنا الان هذا هاتف هو عبارة عن قلبلة موقوتة يا اخي الكريم فاذا اتاك هاتف وخصوصا من هذه الفصيلة او هذا الموضيل الذي به بطارية بالداخل فاحذر كل الحذر يا اخي التقنيه لانه بين يديك يمكن في اي لحظة ان ينطفع يمكن في اي لحظة ان تموت الشاشة بشكل نهائي او كامل فتصبح مع الزبون في موقف حارج يقول لك اعد للهاتف كيفما كان لان الماء يوجد بالداخل و مكانه غير مستقر هو اين يمكن ان يتجه الماء معلومة لا يمكننا حصرها فيمكن الماء ان يتجه الى مكان الاضاءة الى الى الله اعلم اذا عليك يا اخي الكريم او التقني عندما تستلم الهاتف بهذا الشكل او بهذا الوضع فعليك ان تحمل المسؤولية للزبون في حالة حدود اي مشكل حتى ولو ان طفع الهاتف بشكل كامل عليك ان تحمله المسؤولية لانه سقط في الماء والماء يوجد بالداخل وعند محاولتك لفتح الهاتف فاعلم بان البطارية توجد بالداخل اذا الكهرباء لا زالت منتشرة في البوردة اذا في اي لحظة يمكن ان يحدث الشورت او دائرة قصر او احتراق بعض النقاط فيموت الهاتف في يدك اذا كانت هذه معلومات فقط اذا المنسبة للتعاون مع هذا النوع من الهاتف اخي لا انصحك بالتعاون معه بشكل مباشر لاول مرة فيجب ان تكون لديك معلومات كافية حول طريقة او ازالة مثل هذه الشاشات البرو لانها صعبة وخطيرة جدا جدا وتعتبر من اصعب الاشياء في الصيانة او المجال حاليا وهي التعاون مع هذا النوع من الشاشات اذا لا بد من الاستعانة بالتسخين هواء ساخن سواء الجهاز مجفف الشعر او ادوات او ماء الات التسخين التي نعرفها لازالة سكرين الى اخيره اذا لا بد من توزيع الحرارة بشكل متوازي وجيد ونبدأ باستخدام شيء حاد رقيق شيء حاد رقيق في البداية فقط او مدخل فقط لا يجب علينا ان نصل الى الشاشة شاشة البيانات هذه خطوة مهمة وعلينات الحضر كل الحضر واستخدام ادوات بلاستيك بلاستيك عفوا مرينا مرينا فبمجرد استخدامك اي ادات حادة او غير متناسبة فكون على يقين انك سوف تتسبب في موت الشاشة فهذا النوع من الشاشات يموت بشكل سريع او يتعطل ويحدث له الموت بشكل سريع جدا جدا واي حركة خاطئة منك تؤدي الى انكسار الشاشة او موتها يعني عليك الحضر كل الحضر يا اخي الكريم التقلي اذا نستمر بكل مرونة وبكل سلاسة ولا نتصرع وانصح باستخدام مادة 530 فعلكم يعني هذه المادة فهي دورها تقوم يعني بتحلل المادة اللاصقة يعني تسريع عملية تفكك المادة اللاصقة حتى يتم رفع الشاشة اذا لاحظوا معي فالحمد لله لا زالت الشاشة شغالة رغم ان بها عطل اذا لاحظوا معي ونستمر كما اذكر بان الهاتف بعطل يعني تختفي البيانات وتظهر وتوتش لا يعمل ويعني هناك مشاكل في الشاشة هناك مشاكل في الشاشة والسبب ذلك هو الماء اذا نستمر نستمر بالتسخين بهذا الشكل فصراحة هذه العملية تأخذ وقت كثير جدا جدا نستمر 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 بكل مرونة وسلاسة حتى نقوم بازالة الشاشة في اخر المطاف اذا فصراحة العملية تأخذ منك وقت كثير 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 جدا جدا صراحة نعم بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل ثم في اخر المطاف نكون قد قمنا بازالة الشاشة اذا لاحظوا معي الكم الهائل من المادة اللاصقة التي توجد اسفل الشاشة يعني هناك كمية كبيرة يصعب ازالتها وغالبا غالبا يتسبب عند ازالتها في كسر للشاشة نعم اذا بهذا الشكل كما نلاحظ فالشاشة تعرضت لضرر كبير جدا جدا اثناء عملية سقط الماء نعم واذكر بان هذا النوع من الشاشات مع الاسف يتعطل بشكل سريع جدا عند تعرضه للماء يعني نادرا ما تنجو الشاشة من اي عطل نادرا اذا بهذا الشكل ثم نزيد اذا لاحظوا معي الى كمية المادة اللاصقة الموجودة على الشاشة في الاسفل وفي الاعلى وفي الوسط وهي كمية كبير جدا وقوية مما تتسبب في تكسر الشاشة اذا نقوم بازالتها بهذا الشكل ثم اياما اذا شيء طبيعي جدا نقوم بازالة البطارية وتجفيف البوردة والاطار المعدني وكل شيء نقوم بتجفيفه من الماء اذا الان نمر الى اصلاح التاتش لان التاتش معطل والامر يعني لم يستدعي هناك يعني بعد التفحم في هذا المكتف كما نشاهد هنا نعم نعم ونقوم بتنظيفه ثم نقيسه اذا كان به الشرط نزيله اذا كان يعطي قيمة مال انهاء فالامر طبيعي قد نتركه ثم بعد ذلك نتوجه الى الفلاتة لانه غالبا الفلاتة بها قيمة كهربائية وعند توجه الماء اوجود ماء هنا يحدد تفحم او احتراق هنا هناك احتمال اما قد تجد مسارات تقطعت بحكم التفحم او قد تجد هناك التقاء المسارات مع بعضها البعض بسبب الرطوبة او الماء كل ما عليك هو التنظيف الجيد وازالة الطبقة التي تتكون بفعل الاحتراق او التفحم اذا بهذا الشكل لاحظوا معي الطبقة التي تكونت هنا اذا نقوم بازالتها وتنظيفها بشكل جيد لفلاتة حتى وبعد ذلك يعني نقوم بالتجربة اذا اشتغلت بشكل عادي وطبيعي يكون المشكل قدير حل اذا لم تشتغل فعلينا مراجعة المسارات والامر قد يستدعي حتى تغيير الاي سي المسؤول على شاشة او عفون التاتش اذا بهذا الشكل ثم ننظف الكونيكتور بهذا الشكل لاحظوا معي هنا نقوم بتنظيفه بشكل جيد نعم بهذا الشكل ثم نحاول عزل لان هذه الاماكن اللي يمكن ان تصل اليها فرشات الاسنان التي نقوم بالتنظيف بها فعلينا استخدام ابرة لازالة كل ما هو موجود هنا وبعد التنظيف يعني قمت بتركيب الشاشة وصراحة اشتغلت الشاشة ولكن في البداية لم تشتغل بشكل جيد وبعد ذلك يعني صراحة بعد ذلك اشتغلت بشكل عادي وطبيعي لاحظوا معي اشتغلت بشكل عادي وطبيعي ولكنها في البداية اظهرت شاشة صفراء لاحظوا معي اذا والتاتش ايضا اشتغل لاحظوا معي فحتى التاتش اشتغل بشكل جيد كل شيء اشتغل بشكل جيد ولكن بكل صراحة فنسبة الاصلاح للشاشة ليست مئة في المئة لان الشاشة صراحة عندي اليقين بان سوف يعود لها العطل يعني رغم كل المحاولات التي قمت بها الا انني اعلم بان الامر اصبح يستدعي الى استغيير الشاشة لانها تأثرت بفعل الماء مع الكهرباء يعني رغم التنظيف الجيد الا ان الخلل هو موجود في الشاشة نفسها بنفسها يعني في البيانات الداخلة في الشاشة يعني صراحة عندي الامر هذا كل ما يستطع فعله او الوصول اليه فالشاشة قد اشتغلت الطاش قد اشتغل ولكن انا اعلم بان في اي لحظة يمكن ان يعود العطل للشاشة اذا احبابي تمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس لطريقة تشخيص واصلاح هذا العطل او ايضا محاولة اصلاحه وسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته